عارفين المقولة اللي بتقول ان الجوع كافر؟ اه المقولة دي بتتطبق بحزافرها في الحياة البرية اي حيوان بيحس ان عنده القدرة على قتل حيوان تاني فبيقتله وبياكله بدون اي تردد وده حتى لو كان من نفس فاصلته العقاب ده مثلا لو شاف غزالة حدثة الولادة ومصابة فهلها يفترسها عادي ولا ممكن تصعب عليه وايه اللي خلى البطة الصغيرة تروح للنمر برجليها وهل لو شفتوا معرقة ما بين الفهد والنمر المركض هتعرفوا تفرقوا بينهم ولا لا؟ كل ده واكتر هنعرفوا في حلقتنا النهاردة ولكن قبل ما نبدأ اعملوا اعجاب بالفيديو واشتركوا في القناة وصلوا بنا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انا محمد جابر ويلا بينا نبدأ التمساح ده دخل لزمرة قصود وسيطر على جاموسة استدوها مؤخرا ووايف قدامهم وقال ان الجاموسة دي بقيت تخصني خلاص واللي عنده حاجة يعملها بقى الغريب ان التمساح كان بيدافع عن الجاموسة باستماتة كأنها بتاعته وفي النهاية القسود زهقت منه وقررت تاكل من الجاموسة من الناحية التانية ووقف التمساح يبصلهم وهم بيأكلوا ومش عارف يزحف او يوصل لهم حاسس ان القسود كانت بتقول لبعضها يا عم سيبك منه دهبل اصلا هو احنا لسه هنضيع وقت في القتال معاه احنا بقى هنأكل من الجاموسة قدامه وهنقهروا عليها كمان البطة الصغيرة دي قررت تروح للنمر المركض برجليها وبعد ما اكتشفت الورطة اللي بقت فيها حاولت فورا تهرب من قدامه ولكن النمر ابض عليها طبعا بانيابه بكل سهولة الغريب ان النمر بعد ما امسكها فضل قاعد على الارض وحطتها قدامه وده لغاية ما قامت البطة وجريت وهربت منه فليه النمر مثلا مقامش يجري وراها ويطردها ويمسكها هل كان كسلان مثلا ولا شبعان ولا حاسسها فريسة صغيرة ما تستهلش المطاردة قلولي رأيكم تحت في التعليقات حياة الضباع مليانة بالبؤس والشكاء والصراع الدائم ولكن الضبع ده تحديدا قرر ينفصل عن مجموعته ويرفع عن نفسه وراحل بحيرة مية وفضل يعوم وكان واضح انه مبسوط جدا حتى انه لو لاحظته كان بيعوم بظهره كمان تخيلوا بقى لو بعد السعادة دي كلها ظهر له تمسح من تحت المية ومسع ليه هيبقى مشهد علامي بصراحة قرود البابون دول بمجرد ما شافوا القصود جاية تعدي من فوق الجسر فنزلوا تحت الجسر بسرعة عشان يستخبوا من عيونهم وكان كل شوية قرد فيهم يطلع براسه ويقرب من حفة الجسر وده عشان يشوفوا القصود مشيت ولا نوية باد فوق الجسر وتزهقنا المهم ان في النهاية تحرك القصود واتفكى اسر قرود البابون وطبعا طلعهم زعتطين ورجعوا يتنططوا براحتهم من تاني الطائر ده اسمه لقلق مرابو وبيعتبر الطائر الفتاك الاقل شهرة بنوحوش الجو الغزالة الام دي ام هابلة او لسا ام الاول مرة بمجرد ما الغزالة الام شافت طائر المرابو بيقرب منهم نسيت ابنها تماما وبعدت عن المشهد وقررت تنجب حياتها طائر المرابو لو لاحظته كان بيحاول ياكل الغزالة الصغيرة ولكن لما فقد الامل انه يعرف ياكلها فبقى بيزقها نحية المياه وسبها تغرق تفتكروا الغزالة الصغيرة دي ممكن تنجب من الغرق ولا انتهى امرها على كده قلولي رأيكم تحت في التعليقات مفيش اي قطيع في الحياة البرية بيقدر يستحمل وجود حيوانات مصابة وسطهم الغزالة الصغيرة دي غالبا مصابة واعلتها طردتها بعد اصابتها وبمجرد مطائر العقاب شاف الموقف طبعا مش هيضيع الفرصة وفورا هجم على الغزالة ومسكها بمخالبه وبدأ يأكل منها وهي لسا على قيد الحياة يعني مهتمش حتى انه يقتلها الاول طبعا حاجة محزنة جدا لما نشوف غزالة بريئة بيحصل فيها كده ولكن خليك دايما فاكر ان العقاب ده بيحاول البقاء زيه زيباء الحيوانات وعشان كده لازم ما نتضيقش ونحترم قوانين توازن الطبيعة اللي خلقها ربنا معظمنا ممكن يطلقبط احيانا وما يعرفش يفرق ما بين الفهد والنمر المرقط وعشان كده قررت جمع لكم الاتنين في مشهد واحد الفهد اللي مرمي على الارض ده ظهره مكسور بعد معركة عنيفة جدا والنمر المرقط ده اول ما شافه مرمي على الارض ومصاب فرحله فورا واستغل اصابته وكمل عليه وبعد كده سحبه من رقابته وطلع بيه فوق الشجرة عشان يكله برحته النمر المرقط غالبا بيعمل الحركة دي عشان محدش يخطف الفريسة منه هل عرفتوا تفرقوا ما بين الفهد والنمر المرقط في المعركة اللي ذكرناها ولا حسيتوا ان الاتنين من نفس الفصيلة قلولي رأيكم تحت في التعليقات وياردتوا قلولي كمان ايه اكتر موقف لفت نظركم في حلقتنا النهاردة وطبعا مش هوصيكوا على الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كان معاكم اخوكم محمد جبر واشوفكم الحلقة الجاية